عزيزي طلاب الصف الاول لعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنقدم نموذج امتحان لغة عربية ولكن لطلاب الدمج طبعا امتحان طلاب الدمج بيكون اكثر سهولة من امتحان الطلاب العديد زي ما انتم شايفين التعبير عبارة عن جمل وهنرتبها عشان نعمل منها موضوع فزي ما احنا شايفين اول جملة بتقول ساعدته بالدروس والنصائح والتانية بتقول وقضيته يوم انحافلهم الحصص والانشطة والتالتة ثم لخصت لامي مع حدثها مساء والربعة خرجت من البيت للمدرسة في السابعة صباحا زي ما شايفين اول جملة هتكون خرجت من البيت للمدرسة في السابعة صباحا وقضيته يوما حافلا بالحصص والانشطة ساعدت بالدروس والنصائح ثم لخصت لامي مع حدثها مساء ده بالنسبة لتعبير طلاب الدمج بعد كده القراءة المتحررة لطلاب الدمج بتبقى برضو اسهل شوي لان معظم اسئلتها بتبقى اختياري اول نحن هنكمل حاجات بسيطة من القطع اقرأ ثم اجب يتألف الغذاء المثالي للوقاية من تصلب الشريين بوفرة الخضروات والفواكه التزجة وكميات محدودة من اللحم ومنتجات الالبان مع الحد الادنى من الاغذية المصنعة والمعلبة وقدر محدود للغاية من الدهون والسكريات ويوفر هذا الغذاء من فيتامين به واحد ما يكفي لمنع التراكم الزائد في الدم وفي انسجة الجسم الاخرى الف واحد بيقول مراضف كلمة الوقاية الحماية ولا الاهمال ولا الاعجاب طبعا مراضف الوقاية الحماية به ما فائدة الاكثار من تناول الخضروات والفواكه كما جاء في القطعة تحمين من تصلب زي ما قال لك هنا كده تحمين من تصلب الشريين تحمين من تصلب الشريين تحمين من الاصابة بالامراض وتصلب الشريين بعد كده به ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي واحد تناول الدهون والسكريات بكسرة يقلل من الاصابة بتصلب الشريين غلط طبعا هنا بيقول لتناولهم بكسرة الغذاء المثالي عامل أساسي للحماية من الأمراض صح بعد كده عندي من موضوع سبيل النجاح اقرأ ثم أجب إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة وهذه الأمال المتتبعة هي التي تصنع الطموح جمع كلمة قيد قواد ولا قيود ولا قادة طبعا جمع كلمة قيد قيود بيه ما أمنيتك في الحياة ما أمنيتك في الحياة أمنيتك إيه في الحياة طبعا أنت كطالب أمنيتك في الحياة النجاح والتفوق أنت تبقى أمنيتك في الحياة النجاح والتفوق وده سؤال مفتوح للطالب بيكتب فيه اللي هو عايزه طيب جيم بيقول لي ياسعى موظف إلى الرقيفي عمليه بالطمع أنا عايزني هنا أصوب الخطأ أصوب إيه أصوب الخطأ طبعا هنشيل الطمع وهنقول بالطموح والجد والاجتهاد ياسعى موظف إلى الرقيفي عمله بالطموح والجد والاجتهاد بعد كده بيقول لي ديل الطمع صورة من صور ايه وهنا بيقول لي اكمل مكان النقط بالمناسب زي ما خدنا في الدرس طبعا الطمع صورة من صور الانانية والشر بعد كده من الكتاب الاضافي هو قصة سيدنا عقبة بن نافع اجب عن الاسئلة التالية بما هو مطلوب من مباين القوسة كان البربر يكرهون الحكم البيزنطي صح ولا غلط صح طبعا استقبل يا اهل مصر جيش العبدالله بالترحاب صح كمان بعد كده جيم بيقول لي اول عمل قيادي تولاه عقبة ابن نافع كان ايه يا طرى فتح ودان ولا فتح فزان ولا فتح مصر طبعا احنا عارفين ان اول عمل قيادي غير اول امتحان اول عمل قيادي تولاه عقبة كان فتح فزان فتح فزان دال استطاع الجيش الاسلامي دخول مدينة طرابلس يا طرى بتسليم اهلاء ده صح هو بيقول صوب الخطأ طبعا مش بتسليم اهلاء وانما عن طريق انحصار الماء في ايام الجزر عن طريق انحصار الماء في ايام الجزر بعد كده معي سؤال النصوص لطلاب الدمج اجب عن سؤالين الاول منهما الاول اجبار من نص مكارم الاخلاق اقرأ ثم اجب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نخص ماله من صدقة وما زاد الله عبدا بعفه الا عزا وما توضع احد لله الا رفعه تخير السؤال مما بين القوسات مراد في كلمة عفو تسامح ولا تعاون ولا تفاضل ولا عقاب طبعا مراد في كلمة عفو تسامح مضاد رفعه اضعفه ولا اهانه ولا اعلاه ولا انزله مضاد رفعه اهانه الاختيار التاني تنتشر المحبة والسلام بين البشر بايه بالعفو ولا بالاهانه ولا بالعقاب طبعا بالعفو ما زاد الله بعفو المفروض هنا عبدا ما زاد الله عبدا بعفو اللي عزا ده اسلوب ايه اسلوب اه نهي ولا تعجب ولا توكيد طبعا اسلوب توكيد اسلوب توكيد ونوصلته النفي بما والسلسناء بإلا اسلوب توكيد كلمة عز نكرة تفيد ايه التحقير ولا التهويل والتعظيم طبعا كلمة عز نكرة تفيد التعظيم بعد كده هنتابع باية الاسئلة من نص فضل العلم والعمل اقرأ ثم اجي واخو العليا يسعى فيدرك مبتغى وسواه من ايامه يتظلموا والخاملون اذا غدوت تلومهم حسبوك في اسمعهم تترنموا اذا غدوت تلومهم وليست قلوبهم ده خطأ في مطبع بخير الصواب مما بين القوسين مفرد اسمع سامع ولا سمع ولا ما اسمع هي سمع مضاد تلوم تمدح ولا تعجب ولا تعتب مضاد تلوم تمدح بعد كده هاي بيقول لي حدد البيت الاول صنف من البشر في طراب العلم هو الطامح ولا الكسول ولا الخامل طبعا الطامح اللي هو البيت الاول واخو العليا يسعى فيدرك الصنف الاول الطامح من ايامه يتظلم تصوير للايام بانسان هنكمل تصوير للايام طبعا بانسان ظالم يشتكى منه تصوير للايام بانسان ظالم يشتكى منه بعد كده بيقول لي أكمل بالمناسب مما تحفظ ده جايب لي نص عشقناتي يا مصر جايب لي منه بيت وعيزنا كامل سيبقى نقاط رغم نقاط يضيق نقاط على نقاط يبقى هنقول سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيق الطريق على الحائرين بعد كده من نص سليمان والحمامة اقرأ ثم أجب فرأته يأمر أن تكون لها على طير الزعامة فبكت لذلك تندما هيها تلا تشد الندامة تخير السواب مما بين القوسين مراد في الزعامة الغرور ولا التواضع ولا القيادة طبعا نستعام معناها القيادة مضاد الندامة الأسف والحزن ولا الألم والتوجه ولا الفرح والسرور مضاد الندامة الفرح والسرور في البيت الثاني اللي هو دوت فبكت لذلك تندما هيها تلا تجد الندامة في حكمة ولا تكريم ولا تواضع طبعا دي حكمة اللي بتقول أن الندم ما بينفعش بعد فوات القوين أربعة فبكت لذلك تندما تتصول الحمامة بإنسان إيه تصوير للحمامة بإنسان إيه أكمل طبعا تصوير الحمامة بإنسان إيه بإنسان يبكي تصوير للحمامة بإنسان يبكي ويندم سيبكى سيبكى نقاط بيته نقاط وصيف نقاط وحلم نقاط هقول سيبكى عابيه ركبات الغريب وصيف الضعيف وحلم الحزي بعد كده السؤال أخير سؤال النحو هو قريب جدا من طلاب من امتحان الطلاب العاديين اللي هم وكنوش طلاب دمج اللي موجودين معهم في اللجنة عيد يقول لي اقرأ سم أجب العلم والإيمان هما أساس النجاح نفس القطعة بس الإعرابات تبقى اختياري والرقي أساس النجاح والرقي فالإيمان داعي إلى صفاء النفس وبالعلم نصل إلى كل مبتغى وبهما يصبح الإنسان أعظم شائنا وتصعد الأمة لمعراج التقدم تخير السواب مما بين القوسين كلمة النجاح في القطعة تعرب فعل ولا مفعول بها ولا مضاف إليا عندي كلمة النجاح طبعا مضاف إليه دي مضاف إليه كلمة الأمة تعرب فاعل لأنه عندي تصعد فعل والأمة فاعل همزة قطعة في كلمة إيه العلم والأعظم والتقدم طبعا أنا عندي الكلمة اللي بتبدأ بقال التعريف همزتها إيه همزتها همزة وصلة وألف وصل يبقى أنا عندي اللي همزتها قطعة هي كلمة أعظم زي ما احنا شايفين اسم الخبر في القطعة الخبر في القطعة هما أساسة ولا كلمة النجاح ولا كلمة المبطقة آآ طبعا الخبر في القطعة هما اساسة يعني عندي دي في القطعة مش خبر وعندي دي مش خبر لكن انا عندي الخبر هما اساسة آآ من الضمار البارزة في القطعة آآ الى ولا هما ولا كل طبعا هما لان الى حرف جر وقول ما هياش ضمير آآ الفعل المعتل في القطعة نصل ولا تصعد ولا اصبحها اكيد طبعا الفعل المعتل نصل واصله وصله بجيب المدى عشان اعرفه اجب بما هو مطلوب مما بين القوسين المعلم في الفصل مخلص نوع الخبر مفرد ولا جملة ولا شبه جملة زي ما قلنا في امتحان طلاب العاديين ان المعلم في الفصل مخلص اصل الكلام المعلم مخلص في الفصل فيه هنا تقديم وتأخير فالجرور المجرور مقدم على الخبر فالخبر هنا هو كلمة مخلص وهي مفرد اذا نوع الخبر مفرد وليس شبه جملة اما لو انا عندي جملة وقفت على المعلم في الفصل فقط ما بدانيش دي لو دي مش موجودة هيبقى الخبر شي بوجود طيب تمام احب ابتسامة الطالبة ابتسام صوي بالخطأ طبعا الخطأ ان احنا ابتسام دي بدل ما هنا الف وصلة نعمل همزة قطع لان احنا قلنا المصدر الخماسي والسوداسي اذا سمنا به شخص او انسان بتقلب همزته من وصل الى قطع لن اعد النقود نوع الفعل صحيح مهموز طبعا اللي هيشوفه فعل الف او الهمزة هيقول ان هو فعلا مهموز لكن ده خطأ لان لن اعد اعد فعل مهموز هجيب منه الموضع هتبقى عده هو فعل صحيح لكنه مش مهموز هو مضاعفي بقى هنا غلط فعل صحيح لكنه مضاعف ليس مهموز كده انتهى امتحان او من امتحان الدمج في اللغة العربية لصف السن الاعدادي ان شاء الله متواصلين مع بعض لتقديم نمازج امتحانات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته